موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أبنائي؟ اليوم سوف نتعرف درسا من دروس التربية الإسلامية وهو بالقس تحت عنوان أفي بحقوق غيري خلال هذه الحصة علينا أن نتعرف حقوق الغير من خلال حديث فأعطي كل ذي حق حق وأن نتعلم كيفية الوفاء بحقوق الغير ورعايتها فلنبدأ على بركة الله بوضعية الانطلاق أقرأ وأفهم قال أبو جحيفة آخ النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبى الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصل يا جميعا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطك الذي حق حقا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان رواه البخاري إذن أبناء بناتي بعد قراءتنا لوضعية الانطلاق سنحاول فهم مضمونها من خلال السؤال الأول ماذا لاحظ سلمان على أب الدرداء رضي الله عنهما إذن سلمان لاحظ أن أب الدرداء رضي الله عنه يكثر من العبادة ويهمي الحقوق أسرته لماذا نصحه سلمان أبناء بناتي نصحه بأن يعطي لكل ذي حق حق لله ولنفسه ولأهله لماذا في نظركم أبنائي لأنه لا ينبغي أن يكلف نفسه بالصيام طيلة السنة ولا أن يقوم الليل كله أي لا بد له أن يأخذ قصة من الراحة يصوم ويفتر يقوم الليل وينام فيجمع بذلك بين عبادة الله تعالى وبين ما يطلبه الجسد وما تبتغيه الروح وما كان تعليق رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال أبنائي؟ قال صدق سلمان وفي هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على صحة قول سلمان رضي الله عنه إذن من هنا نكتشف أبنائي بناتي أن هناك حقوقا يجب على الإنسان الوفاء بها من ضمنها ما هو مدرج أمامكم بالخطاطة حق الله أي عبادته وحده لا شريك له بالامتثال لأوامره واجتناب نواهيه حق سيد الخلق وذلك بالإيمان الصادق به ووجوب طاعته واتباعه والاقتداء بهديه ومحبته والصلاة والسلام عليه حق النفس من خلال الحفاظ عليها من كل ما يؤدي بها إلى التهلكة حق الأهل وذلك ببر الوالدين وتربية الأبناء على الفضائل الحسنة ومعاشرة الزوج لزوجته بالحسنة حق المحيط والبيئة من خلال المحافظة عليها وعدم تلويثها إذن أبنائي خلاصة القول أن رعاية حقوق الأفراد أساس العلاقة بين الناس بذا أكد عليها الشرع وجعل الوفاء بها مسؤولية يشترك فيها الجميع كل حسب تخصصه ومن الحقوق التي يجب رعايتها والوفاء بها البر بالوالدين وطاعتهما احترام حقوق الجار عيادة المريض وزيارة الأقارب النفقة على الزوجة والأبناء احترام ورحمة الحيوان والنبات بهذا أبنائي بناتي نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة